إلى اليمن الآن حيث أكدت مصادر في المقاومة الشعبية وصول تعزيزات عسكرية برية تابعة للتحالف العربي إلى مدينة تعز وأوضحت المصادر أن ثلاثة مدرعات عسكرية وصلت إلى تعز لدعم المقاومة الشعبية التي تسعى لاستكمال سيطرتها عليها لكنها تواجه مقاومة شرسة من الحثيين الذين يقتصر تواجدهم على بعض الأحياء ويتخذون من التلال والمرتفعات مواقع لهم لقصف المدينة يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها التحالف تعزيزات عسكرية برية إلى تعز حيث اقتصر الدعم في السابق على تنفيذ عمليات إنزال جوي للأسلحة والذخائر كان آخرها إنزال أسلحة نهاية الأسبوع الماضية